وينضم إلينا من موسكو دكتور أشرف السباغ المحلو السياسي دكتور أشرف كيف ينظر في موسكو لهذه الاتهامات الأمريكية الأوروبية بشن روسيا لهجمة إلكترونية موسكو تنفي وتنكر تماما وتستبعد كل ما يقوله الغرب وكل ما تقوله الدول الغربية سواء في الولايات المتحدة أو في الدول الأوروبية موسكو منذ بداية هذه الحملة حملة اتهامات روسيا بحملات سبرانية وباختراقات إلكترونية في أجهزة ومؤسسات الغرب تنفي تماما كل ذلك ولكن هنا في روسيا مثل شعبي أو كلمة مشهورة اجتماعيا تقول كلمتنا أمام كلمتهم وسنرى من الذي سيربح أي أن المسألة هنا هي كلمة الولايات المتحدة وهناك كلمة روسيا هناك كلمة المملكة المتحدة وكلمة روسيا وبالتالي نحن أمام خارطة متشابكة تماما من الصعب أن نتعامل معها بجدية في الحقيقة يعني هي اتهامات متبدلة أيضا روسيا اتهامت الولايات المتحدة ليس تسميم ولكن بتجريب بعض العقارات على بعض المدنيين في جورجيا ما أدى إلى وفاتهم هل يمكن القول أن هذه هي بداية الرد من موسكو على واشنطن بشأن هذه الاتهامات؟ إعلانات جورجيا على الرغم من الخلافات بين روسيا وجورجيا وروسيا يعني أعتقد صعب أن نقول أن روسيا هي الأكثر حرصا على صحة شعب جورجيا مثلا ولكن هذه ورقة في يد موسكو وموسكو تعتبر جورجيا من فضائها السوفيتي السابقة الاتهامات بشأن المختبرات الأمريكية وتجريب أو إجراء تجارب ممنوعة على البشر هذا الاتهام ظهر مرتين خلال العام الحالي من جانب روسيا للغرب والولايات المتحدة ولكن لم تكن هناك خطوط حمراء تحت هذه الاتهامات أو دفع لهذه الاتهامات إلى الرأي العام ظهرت هذه الاتهامات من جانب موسكو وهذه هي المرة الثالثة في الحقيقة وتعلن موسكو عن هذه الاتهامات ولكن تزامنت هذه الاتهامات مع التهامات هولندا والتهامات الولايات المتحدة ولكننا أعتقد أن روسيا لا ترد بهذه الاتهامات لأنها الاتهامات ليست جديدة وروسيا أعتقد أنها لن ترد أصلا إلا بالنفي وبالإنكار تماما وباستنكار اتهمات الغربة بهذه الاتهامات هنا أودل في الحقيقة أن أقول أن الغرب يجهز بشكل أو بآخر لحزمة من العقوبات ضد روسيا ويريد تبرير هذه الحزمة يريد تبرير هذه الحزمة تضحت الصورة لم يعد لدي المزيد من الوقت شكرا جزيلا شكرا من موسكو الدكتور أشرف سباغ المحلس